بي بي سي تقدم بروح رياضية بروح رياضية عالم الرياضة العراضية والعالمية بين يديك أهلا بكم في حلقة جديدة من بروح رياضية يصحبكم فيها محمد القاعود وعمر فكري اختتم إذن الدور الثاني في دور أبطال أوروبا عروس كرة القدم الأوروبية كبرى البطولات الأوروبية تأهل في النهاية لها ولدور ربع نهاية منها ثمانية فرق أربعة أندية أو ثلاثة أندية إيطالية ناديان إنجليزيان ونادي من فرنسا وآخرون ألمانيا ونادي من البرتغال يعني صعود منطقي عمر لهذه الفرق التي وصلت إلى هذه المرحلة في دور أبطال أوروبا التي سيبدأ معها مرحلة الجد فعلا في هذه البطولة يعني فرق كانت مرشحة قبل أن تنطلق منافسات الدور الأول ووصلت طريقها وعلى رأس هذه الفرق بالطبع ريال مدريد يعني الذي لم يجد صعوبة في تخطي فريق ليفر بول الإنجليزي حمل اللقب بالطبع استطاع أن يكرر فوزه في النهائي على ليفر بول وصيف النسخة الماضية فاز عليه ذهبا وإيابا وتأهل إلى الدور الربع النهائي من الكبار كذلك تأهل باير ميونيخ على حساب باريس الجرمان المبارتان التي حملت أربعة أسماء كانت مرشحة بالطبع فوق العدل للفوز بهذه البطولة خرج نديان وأعتقد أن بقية الأسماء منطقية ربما برشلون هو من يغيب عن هذه الأسماء من بين الفرق الكبير نعم ولكن عمر في هذه المرحلة يعني دور الثمانية الدور ربع النهائي في دور أبطال أوروبا يعني هل تعتقد أن كانت هناك مفاجأة من بين هذه الأندية الثمانية أم كانت هناك أنديا تستحق أن تتواجد بدلا من أنديا تأهلت إلى هذه المرحلة مفاجأة في المباريات أو في النتائج لا أقول أن هناك مفاجأة ربما المفاجأة كانت فوز ريال مادريد في انجلترا على ليفر بول بخمسة لاثنين لأن المفاجأة هي فوز باير ميونيخ على باريس الجرمان ذهبا وأيابا دون كتال أو منافسة من باريس ولكن النظرت إلى بقية المباريات يعني تشيلسي تخطى دورتموند بعدما خسر ذهابا واحد صفر وفاز أيابا اثنين صفر يعني انتهج ربما منطقية خاصة وأن في النهاية ذلك هو تشيلسي حتى وإن كان يمر بوعكة في الدوري نابولي الذي يقدم أداء ممتازا في الدوري استحق وستطاع بالفعل أن يتغلب على فرانكفورت الألماني ذهابا وأيابا ربما مفاجأة أن يفوز فريق إيطالي على آخر ألماني في ألمانيا بهدفين للشيء وهو بطل اليوروبا ليج والمناسبة وبطل اليوروبا ليج الذي فز على بورشلونة والذي قدم أداء طيبا للغاية وتأهل لدوري الأبطال من خلال اليوروبا ليج ربما مفاجأة وإن كنت يعني قلت إن نابولي سيكون قادر على التأهل لربع نهاية دوري الأبطال قبل بداية الموسم ربما لو وصفك الكثيرون بالجنون لأول مرة في التاريخ عمر يصل نابولي إلى هذا الدور وهذه المرحلة الدور ربع النهاية ولكن يعني دعنا نتوقف يعني قليلا أمام نابولي لأنه يستحق يعني الجميع يعلم قدرات ريال مدريد وأنه فريق متمرس وصاحب اليد الطولة في هذه البطولة وصاحب المقام الرفيع ولكن نابولي تحديدا يعني هو قريب للغاية قبق قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الإسكوديتو هذا الموسم وهو يستحق ولكن بالحديث عن دوري أبطال أوروبا وتشكيلة اللاعبين الموجودة وجودة اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين ذكة البودلاء تحديدا يعني هناك أسماء جيدة هناك مهارات يعني من العرأة الثقيل على ذكة البودلاء ونتحدث أو نخص بالذكر المهاجم الناجيري فيكتور أوسيمين وبطبيعة الحال اللاعب الجورج فيتشا كفارة تسخيلية بطبيعة الحال الذي يصعب نطقه في كل دول العالم وليس هنا في الوطن العربي يعني أعتقد أن الموسم المقبل ربما يشهد تغيرات كبيرة في صفوف نابولي بطبيعة الحال وهناك العديد من الأندية تضع عينها على مجموعة من نجوم فريق نابولي أليس كذلك؟ هناك ثلاث مطروح اسمه في السوق فيكتور أوسيمين بالطبع المهاجمة من نيجيري كفيتشا كفارة تسخيلية الجناح الجورجي وكذلك المدافع الكوري كيم هذا هؤلاء الثلاثة الثلاثة إن قرر نابولي أن يتخلص منهم أو أن يضعهم في السوق سيجني ما لا يقل عن 500 مليون يورو وبالتالي ستكون ربما نهضة كروية يعني إن استطاع الفريق أن ينفق هذه الأموال على لعبين آخرين ولكن هناك الآن المعضلة هل ترغب في الحفاظ على النجوم هذا الفريق وموصلة النجاحات أم أن الإبقاء عليهم لن يجدي نفعا أو لن يجدي نفعا بالشكل الكافي الموسم المقبل وسيكون عليك أن تبحث عن دماء جديدة بالشغف جديد وأن أموال أكثر نعم بمناسبة كيم عمر هو شكل ثنائية رائعة مع أمير رحمن في خط الدفاع يعني ربما لا تحدث عنهم الكثيرين رغم افتقاد نابولي لأحد أقطاب الدفاع خليدو كوليبالي الذي رحل عن صفوف الفريق ويمكن أن يتأثر أي فريق بهذا الرحيل لعب من هكذا عيار أو هكذا حجم مثل خليدو كوليبالي وأعتقد أنا في وجهة نظري شخصيا يمكن أن ينافس نابولي هذا الموسم على لقب دور أبطال أوروبا محمد يعني المبهر في نابولي هو أنه لديه العديد من اللاعبين الجيدين المنسجمين سويا فريق توليفة يعني بصم عليها سباليتي المدير الفني لنابولي ولكن إن قارنت اللاعبين الموجودين في نابولي بلاعبين كمانشستر سيتي أو كريال مدريد سيكون الفارق واضح بالنسبة للعبين الفارق الأخرى يعني في ريال مدريد بالطبع بنزمة أفضل من فيكتور قسمين في مانشستر سيتي أكيد هالند أفضل من كل اللاعبين هناك فينيسوس جونيور أكيد أفضل من خفيتشاك فراتسخيلية هناك العديد من اللاعبين في الكثير من المركز إن قرنت دي برويني أو مودريتش بلوبوتكا أو زيلينسكي في نابولي بالتأكيد لن تكون هناك مقارنة ولكن الفكرة هو التوليفة التي تم صنعه هو أن هناك العديد من اللاعبين المتنوعين للغاية في نابولي هناك بوليتانوة وهناك لوجان على ناحية اليوم إن غاب أسيمين فهناك رسبوتوري وهناك سيميوني هناك العديد من اللاعبين القادرين على صنع أي شيء يرغب فيه سبلتيا وبالتالي هناك كتيبة من اللاعبين القادرين على الاستراحة تماما في الدوري لأن الفرق الآن هو أكثر من ست مباريات يعني ثماني عشرة نقطة وفرق كبير الغاية خاصة أن انتر وميلان ونابولي وروما وأتلانتا ولاتسيو ويوفينتوس حتى كل هذه الفرق ستهدر الكثير من النقاط في المباريات المقبلة وبالتالي نابولي مستريح في الدوري وسيكون تركيزه منصبا الآن على الدوري الأبطال والربع نياء الذي ستجري قرعته غدا دعنا نذكر فقط بالفرق التي تآهلت مانشستر سيتي استطاع التآهل على حساب لايبزيج الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي فاز إيابا بسبعة للا شيء في مباراة شاهدة تسجيل إيرلينغ هلاند المواجهة من نرويجي خمسة أهداف محمد وكان غضب عندما ستبدأ العمر يعني تحدث مع دورديول لماذا تخرجني نعم مانشستر سيتي تآهل كذلك تشيلسي الإنجليزي تآهل على حساب دوردنون الألماني باثنين لواحد في مجموعة المباراتين ريال مادريد تغلب على ليبربول خمسة لاثنين في إنجلترا وواحد صفر فقط في إسبانيا بينفك البرتغالي تغلب على كل بروج البلجيكي بهدفين للا شيء في بلجيكا وبخمسة لواحد في البرتغال باين مينيخ الألماني فاز على باريسان جرمان الفرنسي بهدف لللا شيء في فرنسا وهدفين لللا شيء في ألمانيا والثلاثي الإيطالي استطاع أن يتأهل نابولي على حساب فرانكفورت الألماني بهدفين لللا شيء في ألمانيا وثلاثة لللا شيء في إيطاليا انتر تغلب على بورتو البرتغالي بهدف لللا شيء في إيطاليا والتعادل السلبي في البرتغال نفس الوضع تماما للجار ميلا الذي فاز في إيطاليا على طوطنم الإنجليزي بهدف للا شيء وتعادل معه في إنجلترا سلبيا بدون أهداف وبالتالي ثلاثة فرق إيطالية في ربع نهائي لأول مرة منذ سبع عشرة سنة تحديدا منذ ربع نهائي 2006 والمرة الرابعة فقط في التاريخ التي يتأهل فيها ثلاثة فرق إيطالية إلى ربع نهائي حدث قبل ذلك في 2003 وفي 2005 و2006 في هذه المرات الثلاث كان الثلاثي ميلان يوفي انتر في ربع نهائي الآن ميلان انتر ونابولي الكرع ربما تضع ناديين في وجه بعظيم البعض ليتأهل أحدهما إلى الدور نصف نهائي شخصيا أرغب في مواجهة مباراة أو مشاهدة مباراة بين ميلان وانتر في ربع نهائي درب الغضب سيكون درب الغضب الأوروبي مختلف تماما عن درب الغضب المحلي لأن في المباريات المحلية الخاسر سيستطيع التعويض لاحقا إنما الدوافع في دوري الأبطال وأن تتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أكثر من عقد ونصف من الزمان هو دافع كبير للغاية لدى كل لعبي الفريقين ومشجع الفريقين والجهازين الفنيين نابولي أرغب في أن أجاهده يذهب بعيدا في البطولة يعني هناك جزء صغير مني يرغب في أن يتواجه نابولي مع فريق كبير لنختبر قدرة نابولي حقوقية ولكن مشجع ومحب كرة القدم وجزء كبير مني يرغب في أن يلعب نابولي في مواجهة أسهل حتى نراه أكثر وميلعب مع بنفك مثلا يعني أتمنى أن يلعب نابولي مع بنفك لأن كلا الفريقين بعيدا عن أن بنفك على الورق هو أقل الأسماء من ناحية الصعوبة في كل هذه الفرق ولكن قدم كرة قدم ممتعة للغاية في هذه البطولة حتى الآن للغاية كلوب بروش قدم بطولة رائعة للغاية فاز عليه بنفك ذهبا وإيابا مباراة الإياب والخماسية كانت الكرة تنتقل بسلسة شديدة بين كل لعبي الفريق بنفك قدم حتى الآن بطولة ممتازة وستكون مباراة كرة أو مواجهة كرة قدم بين نابولي وبنفك رائعة للغاية وبالتالي بنفك ضد نابولي ميلان ضد انتر المبارتان المتبقيتان سيكون فيهمة تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثة فرق المرشحة للفوز بأذي البطولة ريال مدريد وبايرن ميونيخ مانشستر سيتي أتمنى أن أرى مواجهة بين فريقين من هؤلاء الثلاثة ستكون مواجهة عموما بطبيعة الحل عمر مواجهة من العرء الثقيل الفرق الثمانية التي بلغت هذا الدور في دور أبطال أوروبا أعتقد جميعها يستحق أن يتوج باللقب ولكن البعض يقول عمر أن فرق أوروبا كلها تلعب 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 وفي النهاي ريال مدريد هو الذي يربح بالبطولة ماذا يحدث مع ريال مدريد تحديدا وهذا الفريق الذي يمتلك تقاليد البطولة وتقاليد دور أبطال أوروبا يعني لماذا في رأيك كل الفرق تلعب تقدم مستوات جيدة ويفوز ريال مدريد في نهاية الهطاف هو بعيدا عن أمر الخبرة الكبيرة لدى بنزيما ومودريتش وكروس وحتى كورتوا وكل هؤلاء اللاعبين والمهارات الفردية التي ليست لدى أحد بخلاف فينيسيو الجونيور مع الإضافة التي يقدمها رودريجو وحتى أسينسيو والكثير من اللاعبين اكتشاف شواميني في خطة الوسط واللعب الشاب لوكا مودريتش لا تنسى عمره يعني الذي ربما سيرحل على مدريد ربما بعد نهاية تعقودية وكل جمهور ريال مدريد يرغب في بقاء لوكا مودريتش مذهل هذا اللحظة رائع للغاية يعني في مباراة الذهاب بمجرد ما قطع الكرة وستطاع أن يتقدم خطوة للأمام ورقد فينيسيس وبنزيما للأمام وقطعها من من؟ من بايتيتش هذا اللعب صغير السن يعني في هذه اللحظة أنا قلت أن المباراة منتهية ولوكا مودريتش سيصحى يعني فارق اللياقة رغم فارق السن الكبير بينهما يعني وشاهدنا مودريتش بالياقة عالية جدا يقطع الكرة وهنا نأتي إلى نقطة مهمة للغاية الآن ريال مدريد لديه كلاسيكو أمام برشلونة مباراة حسما للعودة للمنافسة على بطولة الدوري مباراة الذهاب في دورة الأبطال منتهية بخمسة أمام ليفر بول وصلنا للدقيقة الستين حتى أمام ليفر بول والنتيجة في صالح ريال مدريد لماذا لا يقوم كارلو أنشلوتي المدير الفني لريال مدريد بإخراج نجوم الفريق لإراحتهم بنزيمة مودريتش يعني شاهدنا حتى بنزيمة بعد تشجيل الهدف ركض على صاقة واحدة لأنه مصاب مودريتش لا يستطيع الوقوف حتى فينيسيوس عليك أن تريح هؤلاء اللعبين وإشراك لعبين أخرين للحصول على دقائق أكثر حتى عندما تدخل في المرحلة الصعبة من الأوسن تجد هؤلاء اللعبين في مرحلة أو في اللياقة بدنية جاهزة يعني لديه سيبايوس شارك بعدها لديه اللعب ألفارو اللعب الأورجوياني الشاب الرائع الذي لم يشارك حتى في مبارات الأمس لديه العديد من اللعبين الذي كان بالإمكان أن يشارك ربما من منتصف الشوط الثاني وإن رأيت أن الأمور تأزمت يعني إيش أشرك أحد اللعبين الكبار الأخرين ولكن لا أعلم ما إذا كانت هذه التشكيلة من اللعبين التي هي مدعمة بلعبين كبار في السن حتى هل ستسعفهم اللياقة البدنية حتى نهاية المشوار خاصة وأنهم يتم حرقهم بدنيا في كل المباريات حتى وإن كانت مباريات غير مهمة في الدوري حتى أو في مباريات منتهية محسومة محسومة أمام ليفر بول يعني سيكون الأمر ربما يعني مرهقا للغاية أمام برشلونة وإن فزا برشلونة ستنتهي أمور الدوري والمنافسة وقتها سيتشل ريال مدريد إلى دوري الأبطال إن فشل ريال مدريد في دوري الأبطال وهذا احتمال بالطبع ستكون يعني هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لأنشلوتيا الذي حتى في نصف نهاية الكاس خسر ذهابنا من برشلونة على أرضي في مدريد نعم هناك حالة من التربص يعني دعنا نسميها كذا عمر بأنشلوتيا والبعض بدأت تحدث في وسائل إعلام إسبانية عن ربما يكون هذا الموسم هو الأخير لكارلو أنشلوتيا من يدري ربما يرحل بعد نهاية الموسم الحالي ولكن إذا ما فاز بدوري أبطال أوروبا ربما تتغير الصورة يعني بطبيعة الحال يعني هو فاز بالفعل بدوري أبطال الموسم الماضي ولم يكن أحد يتوقع أن يفوز بدوري الأبطال إن خرج أمام باريسين جرمان كان لن يلوم أحد عليه ولكن وستطاع العودة أمام باريسين جرمان رغم الخسارة في الذهاب والتأخر في القيام بعدها أمام منشستر سيتي بعدها أمام تشيلسي حتى في نهاية أمام ليفر بول كل هذه المبارات الصعبة والمشوار الصعب نلخصه كما لخصه الكثيرون وبات إكليشي محروك شخصية البطل الآن أنشلوتي يلعب الفريق على القيادة الألية والأوتو بايلوت الريال مدريد على هذا الأسلوب حاليا إن خسر الريال مدريد بطولة دوري الأبطال وخسر أمام برشلونة في الدوري وودع بطولة الكأس يكون قد خرجها فقط ببطولة السوبر الإسباني وهو ما لا يرضي بالطبع طموح الجماهير المدريد برأيك محمد من يخلف أنشلوتي في الإدارة الفنية لريال مدريد إن قرر فلورينتينو بلس توجيه الشكر للأنشلوتي لا يوجد سوى زيزو يعني هو الوحيد والذي تتمنى الجماهير بطبيعة الحال أن يعود زيدان خاصة بعدما انتهى الأمل أو تلاشى في تولي تدريب منتخف فرنسا وكان ربما ينتظر بعد نهاية كأس العالم لا يخلف دي 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 شام في قيادة أديوك ولكن بما أن دي 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 شام مستمر فأعتقد أن الخطوة القادمة أو المنطقية هكذا ممكن أن نسميها أن يعود زين الدين زيدان إلى ريال مدريد فهل يحدث ذلك؟ هنا مما نوع من أنواع دي جافو أن ريال مدريد بأنشلوتي مع زيدان ثم زيدان ثم أنشلوتي ثم زيدان ثم أنشلوتي ثم زيدان مرة أخرى يعني أعتقد أن الأمر بالفعل اسم مطروح زين الدين زيدان ولكن من يعلم سنرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة خاصة بعد إجراء قرعة الغد في دوري الأبطال ثم مواجهة برشلونا في الدوري الإسباني بعيدا عن ريال مدريد دي قعود يعني منشل سرستي كان مذهل للغاية في مباراة الأيام في إنجلترا هيرلينغ هالن كان مذهل أمام لايبزيك وسجل خمسة أهدف وهو الآن هدف البطولة بعشرة أهدف وقدر على تحطيم كل الأرقام القياسية في دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي في العالم برأيك هل يستطيع منشل سرستي أن يفوز هذه السنة وهذا الموسم بدوري الأبطال عمري دعني أتوقف كثيرا أمام ما قاله بيب جورديولا قبل هذه المباراة التي حقق فيها الفوز الساحق بسبعة أهداف يعني قال إنه منذ اليوم الأول منذ تعاقضه مع إدارة منشل سرستي كان الهدف الأبرز الهدف الأول الهدف الأهم هو دوري أبطال أوروبا وهكذا قال بنفسه بيب جورديولا وقال إنه يقيم بنجاحه أو فشله من خلال فوزه أو عدم فوزه بهذه البطولة فأعتقد من تصريحات بيب جورديولا أن هذه المباراة قد تكون الفرصة الأخيرة لبيب جورديولا إذا لم يفز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا فأعتقد أن مسألة استمرارهم مع منشستر سيتي أعتقد سيكون صعبا للغاية في الموسم المقبل لأنه تحدث عن هذا الأمر وشدد عليه على غير العادة الأول مرة قرى بيب جورديولا يتحدث عن هذا الأمر وأن تقييمه مرتبط بهذه البطولة بطولة دوري أبطال أوروبا رغم البطولات العديدة التي فاز بها سواء في إسبانيا سواء في ألمانيا مع بيرني ميوريك أو مع برشلونة فأعتقد أن المحك الحقيقي لبيب جورديولا هذا الموسم سيكون دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ستطاع أن يصل للنهائي وخسر أمام ماتشيرس وأضعه بسبب تغييراته وبسبب الخطة غير الماتشارة إذا ما سفاز بالطبع ربما سيكون لديه طموحات أخرى إذا ما خسره سيكون موقفه وصعبه ستكون أمام مرحلة جديدة في الدورة الإنجليزية بعد سنوات من منافسة جورديولا وكلوب ربما كلهما لن يكون في مانشستر سيتي وليفربول الموسم المقبل هو ربما ستكون الغالب إذن خصوصا أن موسم ليفربول انتهى يعني عمر في كل الموسم انتهى صحيح الآن سنرى ما الذي سيحدث الموسم المقبل مع أرسنل مع أرتيتا مع اليونيتد مع تنهاج ربما استثمار قطر في مانشستر يونيتد سنرى ما الذي سيحدث في البريمير ليج الموسم المقبل وسنرى ما الذي سيحدث في القرعة غدا في دوري أبطال أوروبا محمد نعم عموما عمر استمتعت بهذه الحلقة معك وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى خط النهاية في هذه الحلقة تقبل تحياتي محمد القاعون وكنت معكم عمر في كريم إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة